أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق لنا في المجلس السابق أن يوسف عليه السلام ألقاه إخوته في الجب قال الله عز وجل بعد ذلك وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام رجع السياق إلى ما جرى في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام وذكر خلاصه من الجب وما كان بعد ذلك من خبره حيث مكث في الجب ما شاء الله أن يمكث حتى جاءت سيارة أي قافلة تريد مصر جاءت هذه القافلة تريد مصر فأرسلوا واردهم الذي يرد الماء ليستقي للقوم فأدلى دلوه أدلى دلوه في هذا الجب أرسل الدلو في هذا الجب أو في هذا البئر لنزع الماء والدلو معروف فتعلق يوسف عليه السلام بالحبل فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوارد فقال يا بشرى هذا غلام ابتهج وفرح بالعثور على غلام فبشر أصحابه الذين كانوا معه قال لي كانوا حول البئر وأسروه بضاعة أخفوه والضمير في قول أسروه يعود إلى الذي أدلى دلوه ومن معه من أصحابه الذين جاءوا يستقون يعني كانوا قالوا دعونا نتشارك ونكتم الخبر عن عن القافلة ما يعلمون انتشارك في هذا الغلام نبيعه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأسروه بضاعة أخفوه أخفو يوسف عن بقية القافلة خيفة أن يشتركوا معهم وقالوا لهم هو بضاعة أبضعها معنا أهل الماء قال قتاده أسروه بضاعة أسروا بيعه والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعمله باعة يوسف ومشتروه من استرقاق من ليس لهم حق في استرقاقه وفي عثور هذه القافلة على يوسف لطف من الله به وفي ضمن هذه الآيات تصبير وتسلية لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عما يلقى من أقاربه وقومه من الأذى كما سبق فاصبر إن العاقبة للمتقين قال تعالى وشروه بثمن بخس يعني باع إخوة يوسف يوسف بثمن بخس وهذا رجحه الطبري وقال ابن سعدي والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم حتى جاء إخوة يوسف فزعموا أنه عبد آبق منهم فاشتروه منهم بثمن بخس أي قليل جدا فُسِّر بقوله بثمن بخس دراهم معدودة دراهم معدودة وذكر العدد هو عبارة عن قلتها يعني ليست توزا كثيرة إنما هي قليلة جدا وكانوا منهم وكانوا فيه من الزاهدين أي كان إخوة يوسف في يوسف من الزاهدين إن لم يكن لهم قصد في بيعه إنما مقصدهم تغييبه وإبعاد عن أبيه ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه وقيل ضمائر الجمع كلها تعود إلى السيارة أصحاب القافلة كلهم وشروه وكانوا فيه كل تعد للقافلة أصحاب القافلة على هذا يكون المعنى وكانوا فيه من الزاهدين أي كان أصحاب القافلة السيارة غير راغبين في إغلاء ثمن يوسف عليه السلام ولعل السبب في هذا قلة معرفتهم بالأسعار وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يعني لما ذهب يوسف لما ذهبت السيارة القافلة هذه بيوسف إلى مصر وباعوه بها اشتراه عزيز مصر قيل هو رئيس شرط مصر أو المتولي لخزاء مصر قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أعجب به وأوصى عليه امرأته ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة يعني أعظم الناس دهاءً وذكاءً وفراسةً ثلاثة عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه والمرأة التي قالت لأبيها استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وأبو بكر حين ول عمر الخلافة رضي الله عنهما يقول هؤلاء أفرس الناس أعظم الناس في رأسة هؤلاء الثلاثة عزيز مصر حين قال لامرأة أكرمي مثواه والمرأة التي قالت لأبيها استأجره لموسى عليه السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين وأبو بكر حين ول عمر الخلافة أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا يعني أكرمي مثواه رد بذلك أن تحسن إليه تحسن ضيافته ونزله لعسى أن ينفعنا قال ذلك لحسن تفرس في يوسف لأنه أدرك ملامح الكمال فيه أو نتخذه ولدا ولعل ذلك لأنه لا يولد له فيريد أن يتبناه لعله لا يولد له لعله لا يولد له كان لا يولد له حتى جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض ولعلو شأنه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث يعني تأويل الرؤية فإن كانت من الأسباب التي بلغ الله عز وجل بها يوسف ما بلغه من التمكين فإن سبب السبب الذي جعله الله عز وجل لتمكين يوسف في قول ملك مصر إنك اليوم لدينا مكين أمين هو تعبيره لرؤية الملك كما سيأتي قال الله والله غالب على أمره أمره جل وعلا نافذ وهو سبحانه فعال لما يشاء لا يستطيع أحد من الناس أن يبطل أمره جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يدرون حكمة الله في خلقه ولا يدرون تلطفه جل وعلا لما يريد فلذلك يجري منهم التسخط على القضاء والقدر أحيانا والاعتراض على أحكام الله وهم أعجز وأضعف من ذلك قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه هنا يوسف عليه السلام كما تلحظون أيها الإخوة كان يتقلب الآن في محن المحنة الأولى بجميع أنواع الصبر صبر صبر الاضطرار وصبر الاختيار صبر الاضطرار هو ما سبق ما سبق هذا صبر الاضطرار وصبر صبر الاختيار في قوله في هذه المحنة محنة النساء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء وقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وقال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان يعني زينها في وجوه الناس لما استقر يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر وقد أوصل عزيز زوجته بإكرامه فراودته عن نفسه والمراودة المطالبة طلبت منه أن يواقعها وذلك أنها حبته حبا شديدا لجماله وحسنه وكرم أخلاقه فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك أي هلم وأقبل وتعال فامتنع من ذلك شد الامتناع وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي يعني أعوذ بالله وأستجير به أن أفعل هذا الفعل القبيح لأنه مما يسخط الله عز وجل ويبعد عنه ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي أي أكرم منزلي وأمرك أنت بإكرامي إنه ربي أحسن مثواي يعني سيدي لأن يوسف في بيت هذا الرجل عبد مملوك وقيل الها في قوله إنه ربي أحسن مثواي إنه تعود إلى الله جل وعلا يعني إن الله عز وجل أحسن إليه ولطف به ويسر له الخرج من الجب إنه لا يفلح الظالمون يعني إن فعلت هذا فأنا ظالم والظالم لا يفلح أبدا وحاصل هذا أن يوسف امتنع من هذا الفعل خوفا من الله ومراعاة لحق سيده الذي أكرمه وصيانة لنفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه وكذلك ما منَّ الله به عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه وهذه المحنة كما أسلفت أعظم على يوسف من محنة الجب من محنة إخوته وصبره على هذه المحنة أعظم أجرا لأنه كما أسلفت صبره اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل لكنه قدم محبة الله وتقواه عليها وأما صبره على أذى إخوته فهذا صبر اضطرار بمنزلة أن يصبر الإنسان على المكاره والأمراض التي تصيبه بغير اختياره وليس لهم ملجأ إلا الصبر عليها سواء صبر طائعا أو مكرها الأمراض والمصائب النوازل ووفاة عزيز عليك وخسارة المال وما إلى ذلك هذه سواء صبرت وما صبرت فصبرك صبر اضطرار وما صبرت فماذا تفعل تجزع ما ينفع الجزاء لكن هذا لا هنا يوسف عليه السلام صبر صبر اختيار ولهذا قال معاذ الله ثم قال تعالى ولقد همت به قال البغوي والهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه قال البغوي والهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه فهمها عزمها على المعصية والزنا همها عزمها على المعصية والزنا وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وأرجح الأقوال في هم يوسف عليه السلام بعد الكلام الطويل للمفسرين أرجح الأقوال أن هم يوسف كان هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه وأما هم المرأة فكان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستوي الهمان وما أحسن ما قاله إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله حيث قال الهم همان الهم همان هم خطرات وهم إصرار هم خطرات وهم إصرار فهم الخطرات لا يؤاخذ به وهم الإصرار يؤاخذ به الهم همان هم خطرات وهم إصرار فهم الخطرات لا يؤاخذ به وهم الإصرار يؤاخذ به لأن همَّل الخطرات مثل احتراق السعفة أو احتراق الورقة سريع يزول قال ابن القيم رحمه الله وقد ذكر الله جل وعلا عن يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم من العثاف أعظم ما يكون فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره فإنه صلى الله عليه وسلم كان شابًا والشباب مركب الشهوة وكان عزبًا ليس عنده من يعوِّضه وكان غريبًا عن أهله ووطنه والمقيم بين أهله وأصحابه يستعي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم فإذا تغرَّب زال هذا المانع وكان في صورة المملوك والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر وكانت المرأة ذات منصب وجمال والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك وكانت هي المطالبة ومع هذا كله فعفَّ لله ولم يُطِعها بل ومع ذلك غلَّقت الأبواب ولا يخاف يوسف من أحد لأنه إذا تمنصب جماله إليس تحميه ومع ذلك قدم حق الله ثم حق سيدها على ذلك كله وهذا أمر يقول ابن القيم لو ابتُلِّي به سواه لم يُعلم كيف تكون حاله لو ابتُلِّي به غير يوسف لم يُعلم كيف ستكون حاله وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم منه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلَّق بالمساجد ورجلان تحابَّ في الله اجتمع عليه وتفرَّق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تُنفِق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني بالدم من خشية الله فيوسف عليه السلام هو في مقدمة السبعة الذين يُظِلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لأنه ترك هذا الأمر لله عز وجل وأما ما يُروى من الإسرائيليات فإننا نُجِلُّ نبي الله عز وجل يوسف عليه السلام عن أن نذكرها فضلاً عن أن نُقِرَّها لأنها لا تليقوا بمقامه وقد قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فإذن هم يوسف كان همَّ أيش خطرات خطرات في القلب زالت بسرعة وهذا الذي أزال هذه الخطر السريعة ما هو هذا البرهان وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْرَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ على أن من المفسرين أن يقول إن يوسف أصلاً ما همَّ نهائياً لأن الله يقول ولقد همَّت به وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْرَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ ولولا حرف امتناع لامتناع فلولا رؤية يوسف للبرهان لهمَّ بها لكنه أصلاً لم يهمَّ بها وإلى هذا ذهب أبو حيان في البحر المحيط قال إن يوسف أصلاً ما هم نهائياً لأن الله قال ولقد همَّت به ثم قال وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْرَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ فرؤيته للبرهان أصلاً منعته من الهم فلم يهم همَّ بها لولا أرأ برهان ربه فمذل ما تقول سقطت على الأرض لولا أن زيداً أخذ بيدي فهل أنت سقطت؟ لا رؤ أخذ زيداً بيدك منعك من السقوط فكذلك يوسف على قول من قال من المفسرين ورجحه بحيان إن يوسف أصلاً ما هم والذي منعه من الهم رؤية البرهان ولكن كما أسلفت إن القول اللي سبقه أرجح إن الهم هنا هم خطرات تركه لله فما ضره وهذا البرهان الذي امتنع يوسف بسببه لم يذكر في القرآن وخاض فيه المفسرون بكلام طويل وقال ابن جرير الطبري بعدما أورد أقواناً في هذا والصواب أن يقال إن يوسف عليه السلام رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به وجائز أن يكون رأى يعقوب عاضاً على أنامله أو رأى جبريل بادياً أمامه أو سمع قائلاً يقول كذا أو يقول جائز أن يكون إنما المقصود ثم قال الصواب أن يطلق كما قال الله تعالى وقال القرطبي بعدما عدد الأقوال ما المراد بالبرهان قال وبالجملة فذلك البرهان وبالجملة فذلك البرهان آية من آيات الله أراها الله يوسف حتى قوي إيمانه وامتنع عن المعصية قال القرطبي فذلك البرهان آية من آيات الله راه الله يوسف حتى قوي إيمانه وامتنع عن المعصية لكنه لم يذكر في القرآن وجائز يكون البرهان هو ما أودعه الله في قلبه من قوة الإيمان والخوف من الله مراقبته التي حجزته عن هذا الفعل كذلك أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء القبيح وهو خيانة من ائتمنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء السوء اللي هو القبيح اللي هو الخيانة خيانة سيده والفحشاء المعصية اللي هي الزنا كما قال تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إنه من عبادنا المخلصين بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله واصطفاهم وقرأ بعض القراء إنه من عبادنا المخلصين يعني على معنى المخلصين دينهم لله وكلتا القراءتين كلاهما قراءتان صحيحتان ثم قال تعالى واستبق الباب يخبر جل وعلا عن حال يوسف وامرأة العزيز حين خرجا يستبقان إلى الباب يوسف هارب من مراودتها يريد الخروج وهي تريد أن تسبقه إلى الباب لتمنعه من فتحه فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته يعني قطعت منه قدًّا أي من شدة جذبها وألف يا سيدها لدى الباب وألف يا سيدها لدى الباب يعني وجد سيدها يعني زوج هذه المرأة وكان عادة القبض أنهم يطلقون السيد على الزوج يعني زوج هذه المرأة وجدها على الباب عند الباب إما يريد أن يدخل أو واقف عند الباب ولم يقل وجد سيدهما لماذا؟ لأن ملكة العزيز ليوسف هل كان ملكا رقًّا شرعيًا صحيحًا؟ لا لم يكن سيدًا يعني لم يكن بالمعنى إنما هو بيع ظلماً وعدواناً هنا كما قال الله إنك إيدكني عظيم هنا ابتدأت هي الكلام ابتدأته بالكلام ممعانًا في البهتان وتلبيسًا على زوجها وأنها على الحق قالت مباشرة ولمرأت زوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا إلا أن يسجنه عذاب أليم ما استفهامية هنا يعني ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا يعني الزنا قالت هذا الكلام حيلةً على زوجها وسترًا على نفسها ثم خافت على يوسف أن يقتله زوجها فقالت إلا أن يسجن يعني ما جزاء لأن يحبس أو عذاب أليم يعني يضرب ضربًا شديدًا موجعًا وهي ما تريد أنه يقتل خافت أنه تأخذه مباشرة يعني الغائره ثم يقتله ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا ثم أعطته وشي العقوبة المناسبة قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم ويبدو أنه الزوج هذا الرعيف المسكين ما له يبدو أن الأمر بيدها هي التي تدبر كل شيء تعمل كل شيء فلما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام مقالتها قال هي راودتني عن نفسي يعني هي التي طلبت مني ذلك ولم أرد بها سوءًا وشهد شاهد من أهلها لما قالت امرأة العزيز مقالتها وقال يوسف مقالتها احتمل الأمر صدق واحد منهما فأراد الله جل وعلا أن يمنى بمعرفة الصادق منهما فشهد هذا الشاهد من قرابتها العجيب من قرابتها سواء كان صغيرًا أو كبيرًا على قول للعلماء منهم من قال هذا الشاهد رجل كبير ذو لحية من أقاربها كان من جلساء الملك ومنهم من قال وكان صبيًا في المهد قال الشنقيطي في أضواء البيان وأظهر الأقوال أنه صبي لما جاء في مسند لما محمد وتفسير ابن جرير وسنن البيهقي والدلائل للبيهقي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم والله أعلم المهم أنه الشاهد هذا من أهلها ماذا قال هذا الشاهد قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لأن ذلك يدل على هروبها على هروبه منها وأنها هي التي طلبته قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لأن ذلك يدعى أنه المقبل عليها هو الذي راودها وأنها أرادت أن تدفعه فشقت قميصه من هذا الجانب وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لأن ذلك يدل على هروبه منها وأنها هي التي طلبته وشقت قميصه من هذا الجانب فلما رأى وانظر حكمة الله سبحانه وتعالى كيف بدأ باتهام بدأ بأمر يوسف نفسه لأنه عادة أيضا عادة في العادة أن الرجل يطلب المرأة أو لا المرأة إلا تطلب الرجل عادة الرجل هو ليطلب المرأة في العادة فلما رأى قميصه قد من دبر عرف بذلك الصدق يوسف وأنه بريء وأنها هي الكاذبة فقال لها سيدها إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم فقط يعني من جزء كيد كن يا معشر النساء وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها لما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم كيد عظيم ثم خاطبت ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام آمرا له بالإعراض عما رمته به يعني عدم مؤاخرتها بذلك وبالكف عن الخوض فيه يوسف أعرض عن هذا يعني اكتمه ولا تحدث به طلبا للستر على أهله أعرض عن هذا اترك الموضوع ثم أقبل عليها بالخطاة فقال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يعني استغفر أيتها المرأة لذنبك إنك كنت من الخاطئين من المتعمدين للخطأ وقيل إن القائل ليوسف امرأة العزيز إن القائل ليوسف وامرأة العزيز هذا الكلام هو الشاهد والحكم بينهما وفي هذه الآيات دليل على أن الإنسان ينبغي أنه يبتعد عن أسباب الفتن وأنه يهرب منها كما فعل يوسف عليه السلام حين هرب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين القصة انتشرت في المدينة متحدثة الناس بهذا وخاصها النساء لأن النساء في الغالب تكثر الشائعات بينهم انتشرت في أهل مصر وتحدث بها النساء امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وهي كبيرة القدر وزوجها رفيع المنزلة قد شغفها حبا يعني وصل حبه إلى شغافها قال مجاهد دخل حبه في شغافها يعني باطن القلب وسويداء فغلب عليه إنا لنراها في ضلال مبين حيث وجدت من حيث وجدت من نفسها إنها تذهب إلى عبد مملوك عندها فتتعلق به وهذه حالة لا تنبغي لامرأة ترى نفسها أنها رفيعة القدر وأنها امرأة عزيز مصر إنا لنراها يعني نعلمها في فعل هذا وفي هذه المراودة لفتاة في ضلال عن طريق الرشد والصواب مبين يعني بيّن واضح لا يلتبس على من نظر فيه قال تعالى قال تعالى فلما سمعت بمكرهن لما سمعت امرأة العزيز بمكرهن يعني بغيبتهن إياها واحتيالهن في ذمها قال قتاده فلما سمعت بمكرهن أي بحديثهن فلما سمعت بمكرهن قال قتاده أي بحديثهن أرسلت إليهن أرسلت إلى النسوة التي تحدثنا بشأنها وشأن يوسف وأعتدت لهن متكأاً يعني مجلساً قد زيّن بأنواع الفرش والوسائد يتكئن عليها عند تناول الطعام وكانت هذه هي عادة أهل الترف يأكلون متكئين ولهذا جاء في صعي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فلا آكل متكئاً وآتت كل واحدة منهن سكيناً أمرت خدمها بتسريم النساء الحاضرات كل واحدة سكيناً وأحضرت من الأطعم طعاماً لا بد لأكل من استعمال السكين إما أترجاً أو غيره وقالت ليوسف وقالت اخرج عليهم في حالة جماله وبهائه قال تعالى فلما رأينه أكبرنه أعظمنا جماله وشمائله ورأينا منظراً فائقاً لم يشاهدن قط مثله وقطعنا من الدهشة والذهول أيديهن يعني أجرينا السكاكيين على أيديهن يحسبن أنهن يقطعن الأترجة والفواكه والمقصود بقطع الأيدي هنا جرحها يعني صار أن يجرحن يديهن بس سكاكيين لأنهن رأينا أمراً عجباً وقلنا حاش لله تنزيها لله عن صفات النقص والعجز ما هذا بشراً أخرجنه من البشر وجعلنه من الملائكة مبالغة في وصفه بالحسن إن هذا إلا ملك كريم نفينا عنه البشرية لعجيب جماله عليه الصلاة والسلام وذلك أنه أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين فلما تقرر طبعاً امرأة العزيز لماذا فعلت الفعل لتسلم هي كانت تقول أنتن تلمنني في هذا شاهد فلما سمعت كما قال الله فلما سمعت مكرهن نسيت أن نعلق أن الله سماه مكراً لأن النساء أردنا أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتن امرأة العزيز لأن قطعاً إذا سمعت بهذا الكلام ستغضب وتدعوهن لرؤيته ليعذرنها إذا رأينا يوسف وهذا ما حصل كما قال فلما رأيناه لا سيما أننا نعلم أن من طبائع النساء محبة الاستطلاعي طبعاً هذه غريزة في معظم الناس معظم بين البشر لكن في النساء على وجه الخصوص يرغب من محبة الاستطلاع فلعلهن قلن هذا الكلام من أجل أنه تقول تعالى شاهد ما شاهد فيشاهد أنه أذى مطلوبة وقيل لأنهن قلنه خفية فأشبه المكر يعني سماه الله مكراً لأنهن أخفينا هذا الكلام فسماه الله مكراً على كل حال لما تقرم عند النسوة جمال يوسف الظاهر وأعجبن به غاية الإعجاب ظهر منهن وظهر منهن العذر للمرأة العزيز أرادت أن تطلعهن على جماله الباطن بعفته التامة فقالت معلنة بذلك ولقد راودته عن نفسه فاستعصم صرحت أمام النسوة ولقد راودته عن نفسه يعني كنتن عجبتن من جماله الظاهر فأعلمنا أيضاً بجماله في الباطن وعفته ونزاهته ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولعلها باحت لهن بذلك أيضاً لأنها رأت منهن الافتتان بيوسف فعلمت أنهن قد عذرنها يعني ما دام أنهن افتتنن بيوسف وكل واحد صارت تطلبه لنفسها فصارت تعلن بهذا صار ما عندها شكال صار كلهن بل هوا سوا ولا ياذب الله فاستعصم يعني مبالغة في عصم نفسه يعني استعفف وامتنع عما أريده طالباً لنفسه العصم عن ذلك ثم توعدته أن يفعل ما تريده كاشفة لجلباب الحياة عند النسوة وقد يكن من خلائلها وصديقاتها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين والصاغر الذليل تريد أن تلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه وعند ذلك ما يوسف ليس له إلا ربه جل وعلا توجه إلى الله مستعيناً به على كيدهن فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ولعل النسوة جعلنا يشن على يوسف ليطاوع سيدته ويخوفنه من مخالفتها فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة تجيب العذاب الشديد رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أما كيد امرأة العزيز فقد سبق وأما كيد بقية النساء فما هو هو ما تقدم من ترغيبهن ليوسف في المطاوعة وتحذيره من عصيان امرأة العزيز أو من كون كل واحدة منهم صارت تطلبه لنفسها وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن قال قتادة أتابعهن أصب إليهن أتابعهن أو أمل إليهن فإني ضعيف عاجز إن لم تدفع عني السوء أو أمل إليهن إليهن فإني ضعيف عاجز إن لم تدفع عني السوء وأكم من الجاهلين أي أكم من من يجهل ما يحرم ارتكابه ويقدم عليه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر من الوسائل حتى أن يسهى يوسف عليه الصلاة والسلام وصرف الله عنه كيدها صرف الله عنه كيدها لماذا؟ لتوجهه إلى الله وتضرعه ولتقواه ولإخلاصه ولصدقه ومن كان مع الله كان الله معه لو أن الإنسان كاده أهل الأرض كلهم جميعا وكان الله معه فإنه والله لا يضر كيدهم كلهم وإذا صار معه أهل الأرض كلهم والله جل وعلا عليه والله ما ينفعه كون أهل الأرض معه كلهم وهذا يشعر يا إخواني يشعرنا جميعا بعظيم مقام المراقبة لله سبحانه وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا مقام المراقبة مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما الذي أنقذ يوسف عليه السلام من هذه الهلكة؟ ما الذي رفعه؟ كأن يوسف قال ما كنت لأبيع لذة ما كنت لأبيع جنة عرضها السماوات والأرض بلذة لحظات تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار العاقل ما يبيع جنة عرضها السماوات والأرض ورضوان الله جل وعلا والتمتع بالنظر إليه بلذة لحظات تفنى اللذات وتبقى الحسرات تفنى اللذات وتبقى الحسرات كما قال ابن الجوزي ما رفع الله جل وعلا يوسف وشرح قصته للناس إلا بمخالفته للهوى المكروه فقلت وعجبا ترى لو أن يوسف عليه السلام طاوع هواه من كان سيكون ما استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع لدعوة الداعي بإخلاص العليم بأحوال الملتجئين إليه ومن صفاته صفة السمع ومن صفاته صفة العلم وهما من الصفات من ضمن الصفات العظيمة التي يثبتها أهل الحق لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر